بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم يسابع في مادتنا الثقافة المالية هي أشكال الإدخار لما احنا تحدثنا عنا في الحصص السابقة عن أهمية الإدخار، تعريف الإدخار، الصعوبات اللي بتوجهنا في عملية الإدخار اليوم راح نتعرف عنا في أشكال الإدخار لما احنا منيجي منحكي عنا أشكال الإدخار يقسم الإدخار بشكل كامل إلى عدة أقسام وأهمها إدخار فردي وإدخار جماعي لما احنا منيجي منحكي إدخار فردي معناته بيعتمد عنا اعتماد كله على فرد أو شخص واحد فقط أما بالنسبة للإدخار الجماعي فهو يعتمد عنا على مجموعة من الأفراد المرتبطين مع بعض إما بيكونوا بحي واحد أو في مكان واحد عشان تصير عنا عملية الإدخار مناسبة لعملية التحصيل هلا بالنسبة للإدخار الفردي منيجي منحكي إيش هو تعريفه الإدخار الفردي الإدخار الذي يستطيع كل شخص عنا من تلقاء نفسه يدخر سواء كان في مكان خاص أو سري أو صندوق معناته هذا الحكي أني أنا كفرد موجود في هذا المجتمع بعمل عنا على عملية الإدخار من مصروفي أو من راتبي بحطه من تلقاء نفسي دون ما حدا يساعدني فيه إما بحطه في مكان خاص ما حدا بيعرفه إلا أنا أو مكان سري وعلى أغلب كلياتنا بنحط عندنا الأموال السرية أننا بنحطها تحت الملابس اللي هي موجودة في الغزانة أو في صندوق ممكن أوضعه عندها في جرال المكتب الموجود عندي أو أحطه في غزانة الملابس الموجودة عندي صندوق أحتفظ فيه ممكن يكون عندنا حواشي يعتبروها عندنا من الصرديق للاحتفاظ عندنا بالإدخار الفردي وأكيد أي نوع من أنواع الإدخار لازم يكون له إيجابيات ورح يكون له سلبيات ورح نتعرف عندنا فيها في الشرائح عندنا القادمة نيجي نتعرف عندناها الآن على مفهوم الإدخار الجماعي الإدخار الجماعي أو إدخار الموارد إدخار الجماعي هو الإدخار الذي يستطيع الإدخار من خلاله من ضمن مجموعة من الأصدقاء وهذا الإدخار بيشجعنا على ملك الالتزام بالإدخار ليه؟ لأنه أنا بكون مرتبطة فيه بوقت محدد بمبلغ محدد بفترة زمنية محددة مع أشخاص بيكونوا على أهل من الثقة للالتزام فيها عشان هيك إحنا بنيجي منحكي لما أنا بحكي كم علمة باجي بعمل جمعية في بداية الفصل الدراسي تأخذ هاي الجمعية من شهر لست أشهر أو ممكن من شهر لعشر شهور عبناء على السنة الدراسية كاملة ممكن تكون لأتناشر شهر ممكن فيه ناس بتمدها لأربعة وعشرين بلتزم بمبلغ معين عندي بدفعوا كل نهاية شهر بتصير عنا إدخار جماعي هذا بيساعد الإنسان يصير فيه عنده وعي وإدراك لقيمة الأموال الموجودة عنا بين إيديه نحن نتحدث عنا على مفهوم إدخار الموارد عنا في الشرائح عنا التالية بنيجي نتحدث هسه على إيجابيات وسلبيات الإدخار الفردي من أهم الإيجابيات للإدخار الفردي تنية الوعي المالي بصير عند الإنسان أو عندك أنت كطالب في الصف السابع إدراك لأهمية المال بصير أنا بحسب منه الأموال الموجودة بين إيدي شو رح أتصرف فيها رح أعرف وين بدي أحطها بإيش بدي أشر الأشياء اللي فيها الحصول على مبلغ توفير بالقدر الكافي الحصول عنا على ما يريد من حيث أنه أنا في هاي الحالة بصير أقدر أفكر أني أنا شو الأشياء اللي بتعملها عملية إدخار عشان أنا في هاي الحالة أني أعرف وين بدي أحط فلوسي بدي أشتري بلاي ستيشن بدي أشتري كتاب بدي أشتري تليفون بدي أشتري ممكن قطع الذهب القدرة على إدخال المغتنيات ذات القيمة المعنوية في هاي الحالة بقدر أنا أحول بدلا ما أخليها أموال لحالها في هاي الحالة ممكن أخليها زي ما حكينا قطع الذهب أشتريها ولكن في هنا سلبيات معينة بتخلي الإنسان غير قادر على عملية الإدخار ممكن في أفراد كتير بتفهم إنه الإدخار معناته إن أنا أكون بخيل ببطل أجيب لا حاجات ولا ألب رغبات طبعا هذا مفهوم خاطئ جدا 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 الإدخار بساعدني على تنظيم أمور الحياة بشكل أفضل إمكانية الإدخال لفترة وعدم الإمتزام بكامل الوقت بنيجي منتطلع هون يا سابع منحكي إنه ممكن في ناس بتدخل اليوم وبكرة كل يوم بتجيب تحط في الحواشة أو في الحصة لتبعتها بعد أربع خمسة أيام بتبطل بتحكي لك أنا مليت وزيقت معناه تبطل عندها جلد لعملية الإدخار بنيجي منحكي أسا أيجابيات وسلبيات الإدخار الجماعي حكينا إحنا زي الجمعية إمكانية الإلتزام بشكل أكبر تحديد فترة زمنية وأنا بحددها بناء على الأشخاص الموجودين عندي زيادة حصيلة المدخرات معناه أنا ممكن أحوش أقوم ملتزم مع ناس إدخار جماعي وأعمل إدخار فردي بشكل فردي لحالي بحيث أني أنا بزيد عملية عندها المدخرات الموجودة فيها ولكن سلبياتها عدم القدرة على إدخار جميع الموارد وعدم القدرة على الحصول على المال في أي وقت محدد معناته أني أنا ما بقدر أحصل على فلوسي اللي أنا عملت لعملت الإدخار إلا في مواعيد محددة زي ما حكينا أقرب مثال كان عندنا هو الجمعيات أنا اشتركت جمعية مع عشر أشخاص دوري السادس ما بنفع والله أجي أحكي لهم أنا بدي الفلوس في الدور الرابع لأنه خلاص صفة إلتزام كل واحد عارف دوره وعارف عنا أهمية الفلوس بالنسبة له شو هي وقت إلتزامه بيكون عنا محدد لإلهام هلأ منيجي من هون منحكي ليش سبب تسميت لنا الإدخار الجماعي إدخار الموارد شغلتين مهمات القدرة على إدخار المغتنية ذات القيم المعنوية تنين إضافة البهجة والسعادة لدى الأفرار من خلال مساعدة الآخرين لأنه هذه ما بتقتصر عنا على الفرد الواحد بتصير عنا على عدة أفراد من هون أنا ما بساعد الناس في حل إيجاد مشاكلهم بالذات الناس اللي بتستغني عن القروض من البنوك وبتعمل عنا عملية إدخار الجماعي من خلال الجمعيات بتعمل عنا كثير لأن الأمور بتساعدها في أمور وشؤون حياتها يعطيكم العافية شكرا لكم